السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعم الله وما من يا رب العالم اخواننا الله يبارك في الجميع النهاردة 27 4 لسنة 2023 ان شاء الله هنتكلم بس على بعض المعلومات بالنسبة للحجز الملكي نتمنى طبعا الله يبارك في الجميع اللي ما اشتركش في القناة يشترك لعله ان شاء الله لما يتم نشر هاي فيديو يوصل له اشعار بانه تم نشر فيديو طبعا الله يبارك في الجميع الخلية اللي انتو شايفينها قدامكو ديات مفهاش نحن تمام لان انا للأسف ما عنديش موسم عسل دلوقتي موسم البرسيم لسه قدامه عشرة ايام عندي فبالتالي انا مركبتش حاجز ملكي تمام ولكن احنا يعني حابنا نصور الفيديو دي تمام على اساس بعض الاخوان ربما يكون اه مثلا اللي في سوريا عندهم موسم حبة البرقة او في بعض البلدان الاخرى اللي عندهم موسم ربما يكون بدأ او هيبدأ كمان ثلاث اربع ايه طبعا الله يبارك في الجميع بالنسبة للحاجز الملكي زي ما انتو شايفين قدامكم تمام هنتكلم في بعض المعلومات عليه و هنعمل المعلومات دي او هنصور الفيديو دوت على الخلية دي على ان الطابق ده مليان نحل تمام نتكلم حاليا ان الطابق ده طبعا زي ما انتو شايفين طابق فارغ براويز فارغة تمام ولكن نقول ان واحد دلوقتي الطابق الاولاني ممتلئ عنده بالنحل 10 براويز مثلا زي ما انتو شايفين كده في الطابق او الخلية بتاعته مثلا الساعة بتاعتها 7 براويز تمام و رافع عاسلة في الاعلى سواء عنده عاسلة فيها 10 براويز سواء عنده العاسلة فيها 5 براويز ست براويز عنده عاسلتين تمام ايا يكون فدلوقتي هذه النحل الله يبرك في الجميع ربما هيحط الحاجز الملكي ها 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 مل غير يقوم بالحاجز الملكي مما بين التربية اللى هو التابق الاول تمام حط الحاجز ما بين على الطابق الاول وما بين العاسلة اللى هي هتقوم في الاعلى تمام طبعا فيه اخ��다 من سوريا فى قبل ان انا соورت الفيديو الدو انى فيه اخ من سوريا طبعا للأسف يشتري الحاجز الملكي تمام الحاجز الملكي للأسف الشديد كان حجم العيوم بتاعت الحاجز الملكي صغير على النحل تمام وبالتالي قدت لبعض موت من النحل او كمية من النحل ماتت في العسلة تمام فحبنا نتكلم عن نقطة لان دي نقطة نقدر نقول مشكلة والسبب ايه السبب الله يبرك في الجميع ان العيوم بتاعت الحاجز الملكي تمام تختلف من سلالة لسلالة لان على سبيل المثال النحل اللي موجود مثلا في الخليج سواء المملكة العربية السعودية او في اليمن او في بعض البلدان اللي هي في الخليج النحل البلد ايه تمام النحل البلد ده الله يبرك في عمركم صغير الحجم حتى في مقاس الشمع بنحط له شمع مقاس 4.9 نتكلم على الشمع تمام لان حجم النحلة صغيرة كذلك الحاجز الملكي العيوم بتاعته حجمها بيكون صغيرة كذلك انت لو ركبت المصيادة لحبوب اللقاح تمام حجمها بيكون صغيرة على قدم قاس الشغالة او على قدم قاس النحلة عكس النحلة التلة اللي موجود مثلا في شمال افريقيا سواء الجزائر او في المغرب او في تونس او بعض البلداني عكس مثلا النحلة ربما يكون نحلة سوري اللي موجود مثلا في سوريا او مثلا بعض الاماكن في الاردن او النحلة الهاجين او النحلة الاجنبي كل سولة لا تختلف فلابد ننتبه من النقطة دية لان النقطة دية ربما يتسبب مشاكل زي ما حدث عند الاخ اللي هو انا اتكلم عليه اللي حط حاجز ملكي وكانت العيون بتاعت الحاجز الملكي ديقة على النحل قدت لموت كمية من النحل فيه العسلة لان ما عرفتش تنزل طابق التربية النحلة دي ما عرفتش تنزل طابق التربية وبالتالي اختنقوا جزء كبير مات كل ده بسبب العيون بتاعت الحاجز الملكي فلابد ننتبه من الشيء دي قبل ما نفكر نشتري حاجز ملكي من صاحب مستلزمات النحل او مما كلا انا اشتريه اعرفه انا عندي نحل ايه او شكله ايه على اساس برضو فيه اخ اتوقع من بلد برضو كلمني قال لي للأسف ان الحاجز الملكي اللي هو اشترى خلى الملكة تعبر ما بين طابق التربية والعسلة تمام فننتبه للنقطة دي جدا لعل بس ما يحدث لقدر الله اي مشكلة تمام طيب الله يبرك في الجميع دلوقتي انا ان شاء الله هركب الحاجز الملكي ايه الخطوة اللي انا اقدر اقوم بها طبعا الله يبرك في الجميع هنفرض هنفرض ان العسلة العسلة اللي انتو شايفينها مثلا قدامكم دي تمام مليانة بالبراويز الحضنة المغلقة تمام وفيها حضنة مفتوحة لما اجي اركب الحاجز الملكي اي برواز حضنة مفتوحة في العسلة تمام هشيله ومن ثم انزله في طابق التربية تمام وطابق التربية اللي هو الطابق الاول تمام طابق التربية اللي هو الطابق الاول ده اي برواز موجود فيه حضنة مغلقة تمام ارفعه للأعلى لان الحضنة المغلقة دي النحل بتاعها هيخرج او حضنة هتخرج ومن ثم انا هستفيد منها في العسلة بان نحن يقوم بتخزين العسل في موسم الفيض طبعا الله يبرك فيكم بعد ما اردت بالعملية دي اتأكد من وجود الملكة في طابق التربية دي اهم شيء تأكد ان الملكة موجودة في طابق التربية شفت الملكة قدام في طابق التربية تمام رفعت الحضنة مغلقة في العسلة ومن ثم تمام قبل ما احط الحاجز الملكي لازم اعمل نقطة مهمة جدا وهي لو عندي عشر براويز هنا في العسلة سواء عندي عسلة عسلتين تمام كمية العسلات اللي هي عندي تمام قبل ما احط العسلة على الحاجز الملكي اشيل البرويز طبعا اتأكدت ان الملكة موجودة هنا اشيل البرويز الحضنة المغلقة برواز برواز وانفض النحل بتاعه في طابق التربية طب ليه انفض النحل بتاعه لعله لو فيه زكور تمام الزكور هتبقى صعب ان هي تعدى لحاجز الملكي وبالتالي هتبقى فيه مزباحة مزباحة ليه الزكور في طابق العسلة تمام لان مش هتعرف تخرج او مش هتلاقي منفز له فانفض البراويز اللي هي الحضنة المغلقة اللي في العسلة سواء عندي خمسة عندي اربعة عندي عشر براويز انفضهم من النحل في طابق التربية بعد ما انفض البراويز من النحل اللي عليها احط الحضنة مرة اخرى في العسلة ومن ثم بعد ما النحل يهدأ شوية سواء ان دخنتي تلخين بسيط او بعد ما يهدأ ابدأ اركب الحاجز الملكي بتاعى أنا كده خلصت ابرید الحاجز الملكي بتاعى علشان من ثم ارفع العسلة تمام طبعا بالنسبة لي الحاجز الملكي ننتبه لشكل مثل لنوطة العيون ما بين البرواز اتمنى ان البنان الصورة تكون واضحة البرواز الاول والبرواز التاني المسافة اليما بين البرواز أنا المسافة اللي هي ما بين البروزين اللي هي الله يبرك في جميع المسافة دي لازم تكون في الأعلى من هنا الحاجز الملكي كذلك نفس المسافة طلع على أساسك فيه عبور للنحل سواء من العسيلة ينزل التربية أو من التربية يصعد للعسيلة كذلك نفس الشيء هنا ما بين البروز يكون الخط الخط اللي هو ما بين البروز أو ما بين الممرات النحلية كذلك في الحاجز الملكي موجود فدي نقطة ننتبه منها طبعا بعد ما الله يبرك في الجميع خلاص أنا نظمت نظمت الحاجز الملكي على الشيء دي والأمور ممتازة زي ما أنا قلنا المسافات موجودة من ثم هبتدي أرفع العسيلة بتاعتي زي ما أنتم شايفين هبتدي أرفع العسيلة بتاعتي وابتدي أوزيها زي ما بيقولوا تمام من الاتجاهات ربما يكون الأربعة تمام طبعا في بعض الإخوان ربما يكون عاملين زمانة بأعمل كده وهي بالنسبة للعسيلة بيكون هي عبارة عن خلية أتمنى تكون الصورة واضحة العسيلة دي بعض الإخوان بتكون عبارة عن خلية ومن ثم بيشيل الأرضية بتاعتها فبيكون موجود فتحة الصروح زي ما أنتم شايفين كده تمام فتحة الصروح دي بالنسبة للعسيلة ما لهاش لازم عندي أغلقها تمام بأي شيء أعمل لها عملية إغلاق على أساس إن النحل يكون العبور بتاعه العبور بتاع النحل الوحيد تمام عن طريق فتحة الصروح تمام طبعا لو أنت عندك كسافة نحلية كبيرة أو نقدر نقول عندك مثلا خلية فيها 30 برواز أربعين برواز لابد إن فتحة الصروح دي تكون واسعة على أساس ما يحدث ازدحام في دخول النحل وخرج ننتبه بس للنقطة دية الله يبارك في الجميع تمام طبعا خلاص طالما أنا حطيت العسيلة بتاعتي تمام فيها مثلا عشر براويز فيها خمس براويز عندي عسلتين فرضا تمام وهحط عسيلة مرة أخرى تمام الهدف كله إن أنا حيت الملكة عندي في طابق التربية تمام وبالتالي مش تقدر تسعد الملكة من الحجز الملك دي تمام طبعا الله يبارك في الإخوان جميعا لو فرضا عندي هنا خمس أو ست براويز من الحضن المغلقة أو عشر براويز من الحضن المغلقة مباشرة أول ما الحضن المغلقة دية يخرج منها النحلة صغيرة السن النحلة صغيرة السن هيتجه للأسفل تمام مع الملكة ومن ثم هيصعد النحل نقدر نقول اللي هو جاي من السروح أو النحل اللي بيستلم اللي بيستلم اللي بيستلم الرحيق وهيبتدي يخزل في العسيلة تمام عسل طبعا دوت يرجع لكمية الرحيق اللي جاي من المرعا تمام لعله يكون الصورة واضحة للإخوان طبعا بارك الله فيكم فيه بعض الإخوان يقول لك لو حبيت أنزل أو أضيف شمع أساس في الموسم والخلية محتاجة تمام أضيف في العسيلة في الأعلى طبعا الله يباري فيه جميع لو نزلت أساسات وانت مضطر تنزل أساسات ومعندكش الأساسات الشمعية تمام فأصبح أن الأساسات الشمعية لازم تنزلها في طابق التربية في الأسفل ومن ثم ترفع مكانها للأعلى حضنة مغلقة لأن سرعي بناء النحل للإطارات أو الأساسات الشمعية في طابق التربية يكون أسرع من بناءه في العسيلة تمام الموسم الفوض حطها في العسلة تستفيد وتكسب وقت ليه؟ لأن هدفك تخزين عسل هتحطها مباشرة النحلة ربما يعقمها وربما يقوم مخزن مباشرة فيها العسل عند الاحتياج لها تمام فأتمنى يكون الجزئية دي وصلة الله يبارك في الجميع لواء لا يتمكن سهوته عنه أنا أحب أكد عليها الممرات اللي بين الممرات اللي بين البراويز يكون كذلك موازية للحاجز الملكي النقطة الأهم العيون أو الأخوان اللي بستخدمون مصالة حبوب اللقاح يكون كذلك العيون بتاعتها نفس المقاس أو نفس حجم النحلة اللي انت شغال بها سواء شغال بنحلة أجنبي نحلة تلي نحلة بلدي لأن مقاس النحل يختلف في الثلاث حاجات اللي احنا تكلمنا عليهم سواءً الشمعة مقاس الشمعة أو كذلك مقاس الحاجز الملكي أو المقاس بتاع مصالة حبوب اللقاح تلاث مقاسات يختلفهم من سلالة لسلالة ومن نحل النحل تمنى يكون الصورة دي واضحة نسأل الله يا رب يوفق الجميع طبعاً أنا للأسف كنت أتمنى أننا باللوقتي مثلاً أركب حاجز ملكي عندي في بعض الخلايا على سين أكون بصور على الواقع ولكن لسه ربما موسم البرسيم في حدود حوالي عشر أيام على ما يبدأ في مصر تمام وقالنا ربما يكون في بعض الإخوان زي اللي في سوريا بالخصوص على مقربها من موسم حبة البركة فلابد نحن نتكلم على الموضوع ده وأي أخ تانية وأختي تانية ربما يكون عندهم موسم قريباً نتمنى يكون يستفاب من المعلومة دي ونسأل الله يا رب يبارك للجميع ويوفق الجميع ومشكورين شكراً جزيراً ترجمة نانسي قنقر